بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الأعزاء أستكمل الجزء الثاني من محاضرة الطفاليات التي تؤثر على الجهاز الهضم كنا في المحاضرة السابقة توصلنا للحديث عن الأسكر اسلامبريكوز في مجموعة الهلمانثيز اللي هو النيماتوز اللي هي الديدان الاسطوانية مجموعة الخيطية الآن سنتحدث عن إنتروبيوس فرميكولاريس هذه مجموعة الطفاليات التي تنتقل عن طريق الإنسان عن طريق الإنجست حديثنا سيكون عن إنتروبيوس فرميكولاريس هذا النوع من النيماتوز من الديدان الخيطية التي تنتقل عن طريق الإنجست التي تنتقل عن طريق الإنجست التي تنتقل عن طريق الإنجست ما هي المتعرفة عن هذا النوع من أنواع الطفاليات ؟ إن الإنسان هو النيماتوز فرميكولاريس ما هي الأعراض التي تجدها موجودة لطفال لقد تنتقل عن طريق الإنجست وقال أنه يوجد لطفال المصاب يشكي من حكة شرجية وتنتقل عن طبيب وتتكلم أنه يوجد لا يوجد حكة شرجية وفي المنطقة التي تنتقل لها لقد تنتقل عن طريق الإنجست أن تكون مصاحبة لطفال المصاب أي فقدان مين الشهية لطفال المصاب أبدومين الباين إردابلتي أمبيلر أمبيلر أيضاً من التروبياس هذه كلها تعتبر أعراض مصاحبة لطفال المصاب يعتبر كسبوبيلاتم باريزايت هذا طبعاً طفال عالم مشهور كثيراً وغالباً لا نجده في العائلات والأطفال الذين يكونون في مؤسسات المستحمة يمكن أن أجد هذا الطفيل أن ينتشر بسرعة فيها البرازايت يمكن أن ينتقل من أين؟ واضح أن الطفل أين الحكة الشرجية؟ بعد ذلك يوجد شغلة عن طفل فهذه من الأشياء التي يحدث من إصابة في من؟ وسائل النقل العدوى لهذا النوع من الطفيل أيضاً من وسائل النقل العدوى من خلال تحصل الناحات ويوجد الموضوع للحصول بالإضافة إلى الإنهالي للحصول على التحصل هذه ستعتبر عوامل من خلالها يمكن أن ينتقل هذا النوع من الطفيل لو تظهرنا مع بعض على الصور الموجودة أمامنا وتذكرنا أن هذه الصور مهم جداً الركز على مين؟ على دورة الحياة للطفيل والركز على شغلتين مهمين أيضاً في الصورة اللي أمامنا الانفكتف استيج ومين عندي؟ والدياغنوستيك استيج لو تظهرنا مع بعض هنا ومررنا بهذا الطفيل إيش في عندي هنا؟ إيج وين موجود حكينا إحنا؟ في البرئين الفول تماماً هاي الإج تبع مين؟ تبع الإنتروبياس فيرميكيولاريس الآن اللارفيا إلسايد الإج ماتيور وذن فورتو 6 أورز اللارفيا اللي موجودة عندي في البيضة الموجودة الإج هادي إيش مالها بصير لها ماتيوريشن في خلال أربعة لست ساعات فبنلاقي عندي هنا الآن إيش موجود في إمبيرونيتد إجز إنجستد باي يومن فهذه الإمبيرونيتد إجز تكون مسيرة لأنه تنتقل لمن؟ للإنسان طب الإنسان إيش اللارفيا وين بتعمل؟ هاتشين في مين؟ في منطقة السمول انتستاين واضحة في الصورة لو طلعنا اللارفيا هاتش وين في السمول انتستاين ممتاز ومن ثم إيش بلاقي عندي أنا الآن مين اللي راح على منطقة اللومن أو في سيكم الأدلت واضح شكل الأدلت ومن ثم ومن ثم في نهاية الأمر ما الذي سأجده هذا الكلام المهم جدا جدا ما الذي سأجده مين اللي بيسر الوحيد للبريين الريجون قام بتحضير مين اللي بروح للمنطقة الشرجية اللي هناك بتعمل لإنج لإنج اللي هي الجرافيد في مين شايفين هو الصورة الجرافيد في مين ميغرية للبريين الريجون وبتعمل اللي هو لإنج لإنج مين هي طبر الإنفكتيف واضح الكلامات الركز هذا الكلام مهم جدا جدا الانفكتيف اللي هو إيش عندي الإجز اللي موجود عندي في البرين الفولز الإجز من مين جاي عندي مين الجرافيد في مين اللي صار لها ميغرية للبريين الريجون أعملت إيش لإنج لإجز اللي كانت الانفكتيف ستيج طب كيف أنا بستطيع أن أتعرف على هذا النوع من الطفيل أيضا من الإجز اللي في البرين الفولز أيضا كما تحدثنا أن الطفل يعاني من قلة النوم نظرا لأنه يحدث في حك في منطقة الشرجية يمكن أن يحدث عندي بكتيريال يمكن أن يكون عندي سوبرفيشيال بكتيريال وخصوصا عندي سكراتشين وهذا سكراتشين يؤدي إلى مين إلى أرثيما ووورمث حمرار وحرارة في منطقة الإصابة حيث يوجد أحمرار وحرارة في منطقة الإصابة ويوجد أحمرار وحرارة منطقة الإصابة كيف أستطيع أن أجد الإكسر هذا مهم جدا من خلال إصابة الإكسر من خلال الإكسر بريئينال سوابز فهذه من الأشياء الهامة لدي للإكسر الإنتروبياس فيرميكولاريس وماذا إصابة الإكسر إصابة الإكسر ماذا أفعله؟ إصابة الإكسر بريئينال الإكسر ثم أضعه على الميكروسكوب سلايد وأفحص تحت الميكروسكوب وتعرف على الإكسر الإنتروبياس فيرميكولاريس وعلى ذلك كمان من التوضيحات الجيدة أن البيئينال سبيسيمين يفضل على هذه العينات الحصول عليها وين في فترة الصباح قبل ما يصير في عندي باثين والدفكيشن التريتمين العلاج لماذا العلاج الذي أستخدم هذا النوع من الطفليات صوتية دودة الصوتية أنا أسمناها بد وورم هذه الدودة الصوتية حتى من ضمن تعريفاتها هذا النوع من الطفليات يأتي في الترتيب الثالث من الطفليات من الطفليات من الطفليات وموجود في العالم وخصوصا موجود عندي في المناطق التي توجد تروبيكال وذر وماذا كمان عندها السانيتائشن براكتس فيها ايش من الطفليات من الطفليات هم للانتقال انه الإنسان والعائل يتناول هذه الإجز من خلال مين من خلال الطعام والشراب الملوث موست فريقونت الاسيبتوميتي طب ايش الهي في انفكشن وغالبا في الاسمول تشيندرين ايش بلاقي عندهم مشاكل مصاحبة غاسترو انتستان البروبلمز ايش بلاقي عسب المثال من ضمن الأشياء الموجودة عندي ابدمين البين عندي دياريا في عندي ريكتال برولابس البوسيبلي غروث ريتارديشن كل هذه تعتبر أعراض مصاحب الامين للترايكورس ترايكورا لو جينا على اللاب دياغنوس للترايكورس ترايكورا باعتمد على المايكروسكوب إجزاميليش لعينات البراز حتى اتعرف على هذا النوع من الطفل من خلال الإجز تبعته ايضا احيانا بجيد ان اتعرف على النامبر إجز مشا هيا نقول بتشوف الإجز كمان بلمرات يهمني اتعرف على العدد الموجود من الإجز ترايكورس ترايكورا ميبندازول والبندازول هذول يعتبر من أنواع العلاجات المستخدمة لهذا النوع وصلنا الصورة التي أمامنا جدا توضح ذلك هي عمال عندي الآن أمبر إجز باستد وين في الفيسيز تمام تأخذ الآن يصير عندي تتحول المرحلة وتتفصل في المرحلة النهائية إلى الأدفانس تكليفج وتكون عند الإجز المرحلة تعتبر المرحلة تعتبر الإنفكتيف التي تؤدي إلى نقل العدوى في الترايكورا سترايكورا واضح جدا من الذي لديه دور في نقل العدوى الإنفكية إنتباع الإنفكية المرحلة من المرحلة المرحلة من أعتبر ipping إن الإنفكية إنتباع واضح الانفكت وعندما تصبح في الانتستاين ما يقول لي هنا؟ الارفا وين الارفا تتحول البسرين لها الارفا لا يوجد داخلها الارفا الارفا وين الانتستاين وهنا واضح شكل الأدلت فورم لهذا النوع من الطفل الذي يكون موجود في السيكم واضح شكل والمال من هذا النوع من الطفليات أيضا من ضمن الانواع من الطفليات التي تتبع الارفا ثريكينيلا سبيراليس وهو تقريبا حوالى عشر تلاف حالة وصاب سنويا بهذا النوع من الطفيل غالبا نجد وين الارفيا وين تتحوصل وين موجودة في المصل في عضلات الإنسان وعضلات الإنسان فغالبا نجد أنه تنتقل بشكل رئيسي و أساسي عن طريق انجستنج الارفيا وين بيجيها موجودة الارفيا في الأندر كوكت ميت في اللحم الغير مطبوخ الأدلت في ميل وين بسرلها ماتشور في الانتستاين وين تتحوصل وين تتحوصل الارفيا وين تتحوصل المصل واضح جدا في التريكنيلا هو موضوع وفي الأن في الأن أعراض تكون مصاحبة مثل تريكنيلا سبيراليس نوزيا أبدومينالكرامز ودياريا ممكن أن تحدث في الأن في الأن يمكن أن أجد أن أجد أعراض تكون مصاحبة تريكنيلا سبيراليس التريكنيلا سبيراليس كيف تستطيع التعرف على التريكنيلا سبيراليس من خلال الالايزا الأنزيم ميونو أسي ومثل بيوبسي حالات نادرة ممكن أن نطلب الطبيب أن نقوم بيوبسي تريد طبعا الميبندازول هذا النوع من العلاج من خلاله ويقوم بيوبسي ومثل الأول هناك نحن بسيطة ومثل بسيطة أتركيز على الإنسان كلام موجودة أمم أتركيز على الإنسان ميون أنتظم في الإنسان التريكن التريكن الميط مؤسسة الأساسية ومؤسسة الانتقال ومى حقا مأنظمة كيف تأتي الصحرم في الأساسية وماذا معي في الأضلط الموجودة في الأساسية يوجد كشكل المال والهضة وعاء الصحرم كيف تأتي الصحرم في الميوكوزة ومن ثم خلق الصحرم ويجب أن يجب أن تذهب إلى مصر هذا هو الكلام الذي شرحناه بالتفصيل مهم كما أسلفنا في ذكر أن أتعرف الانفكتيف ديانوستيكي ودورة الحياة التي مر فيها هذا النوع من الطفاليات في الهلمانثيز في النيماتوز هناك أنواع من الطفاليات تعتمد على تدقل الجسم الإنسان من خلال الجلد نحن نقول دائما نقول إنجسشن الآن هناك طريقة عن طريقة تدقل الجسم الإنسان الخصوصا سنكون حديثنا بشكل رئيسي عن منحن الهوكورم مثل إنكلستومات دينيول ونيكاتور أماريكنز هناك أيضا من ضمن أنواع التي تدخل عن طريق الجلد وهي من استرونجلويد استيركولارس هذه هي جموعة النيماتود الطفيليات التي تدخل عن طريق الجلد سوف نركز في حديثنا عن الهوكورمز التي تنتقل من خلالها عن طريق سكين بنتريشن مثل انكليستوما ديونون والنيكاتور أمريكاز لو جئنا على الانكليستوما ديونون والنيكاتور أمريكاز هذو لا يعتبروا برايمري انتستان الهوكورمز في العالم بالنسبة لانكليستوما ديونون والنيكاتور أمريكاز هذه المنفذة واضحة ممكن ان تنتقل من خلال من؟ السويل في التنميز إلى مدينة المنفذة وهذا يمكن ان تنتقل من خلال تلوث مين في التربة هذا هو التنوع من الانكليستوما ديونون ما يمكن أن يسبب عندي؟ الأعراض الموجودة عندي المصاحبة يمكن أن تكون مثل أنيميا فيزيكال كوغنيتف تعتبر كلها أعراض مصاحبة لهذا النوع من الطفيل الاتتاتشمنت للهوك وورم في الانتستان الوول ما كذلك يمكن أن يحفز من عندي؟ الأبدومين البين وما يمكن أن يكون عندي من ضمن الأعراض التي توجد نوزيا أنوريكسيا من حيث الدياغنوز كيف يمكن أن يكون على شخص الانتستومات الدنيل؟ يمكن أن يكون فحص البرازي العادي ولكن تخدام نوع من التكنيك كاتو كاتز وفورمالين مختصين في الأغصائيين في براسيتولوجي والشخص الطفيلية والشخص الطفيل والشخص الطفيل والشخص الطفيل والشخص الطفيل والشخص الطفيل والشخص الطفيل كيف يمكن أن تكون تركز الوضوع من الشخص الطفيل من 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 ريكم الآن تتحول من إلى في في طريقة الأوروصية في طريقة الأوروصية وهو البلد Sharma علجب الخط野 المصر Play أما هناك في الل강تار نحن هذه البلد حيث الوقت الدياغنوستيكي التي أتعرف عليها واضح جدا وهي من خلال الأجز الموجودة في البراز الإنكليستوما يمكن أن تصدق الإنكليستوما ويصدق الإنكليستوما تصدق الإنكليستوما تصدق الإنكليستوما ويصدق الإنكليستوما ويصدق الإنكليستوما واضح الأشكال التي تأخذها الإنكليستوما والإنكليستوما أعطينا صورة تفصيلية واضحة عن الحياة لهذا النوع من الطفل بمراحلها ومين عندي تركيزا الذي كان لها دور في نقل الإصابة بهذا النوع من الطفل وكيف يمكن تشخيصها وماذا تدخل الإنكليستوما بعد أن تدخل لجسم الإنكليستوما الآن من ضمن الأشياء التي سنتطرق لها في الهلمنثل وهي السيستودز الديدان الشريطية الديدان الشريطية التيبورن لدي عسبي المثال مجموعة منها لديه بثوليوم ليتم تنتقل عن طريق السمت وهي ناتونيا السوليوم تنتقل عن طريق السمت وهي أيضا إكينوكوكس غرانيولوسس وهذا يطلق عليه لو أجاني سؤال في الامتحان هذه الأشياء تنتقل عن طريق السمت أكينوكوكس هذا النوع من الطفليات نتركز على الأنواع التي تصيب بالجهاز الهضمي منها تينيا تينيا هناك أيضا أنواع مثل تينيا سجيناتا والتينيا سوليوم السستود تينيا سجيناتا أن يطلق عليها كانت تينيا سوليوم في أستيكا لاحقا في أستيكا و أخير أكثر شهرنا تينيا سوليوم تينيا سوليوم و يمكن أن يصيب الغلس غالباً أن الإنسان هو the only طبيعة الإصابي كيف ينتقل عن طريق لنجسسط 피 الانضارة هذا الدود الشريطي في الأمور نجد أن الأعراض أسيبتوماتية وإذا وجدت الضحيم في حال ظهرت هذه الأعراض سنجدها مصاحبة بوجود أبدومين ممكن أن يكون لديه في الأعراض ماليزيا التريتمنت مين عندي أنتي المنثيك برزيقونتول هذه تعتبر من العلاجات المستخدمة للتينيا التينيا في مراحل التطور تبعها للطفل أين لدي مين السكوليكس هذا أحد الأشكال الرئيسية الموجودة في الطفل تعمل مين الانتستاني الميكوسة الترانسبيتد السيستيركي مين السيستيركي 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 تعتبر مراحل مراحل المين الطفل مين موزنة مين موجودة في الفيسيز واضحة هنا او يطلق عليها موجودة في الفيسيز هنا ثم عندي كتل ثانيا سيجناتا وثانيا سيجناتا عن طريق مين الحيوانات هذه وتصاب فيها عن طريق انجستنج فيجتيش من كلها الأكل والخضروات أو الأعشاب الممكن مصابة بهذا النوع من الإجز الملوثة بالإجز أو كما نسميها الآن الأنكو سيركو سفير هاج ستصابها من الصغير بشها من يوجد أن أحيان كتبات طريق انتو سيستي سيركي في المصل هاي نركز على المنطقة هاده جيدا جدا في هذا النوع من الطفيلية ايش بيلاقي عندي اللي هو الانكوسيركوسفير في السيستي سيركي في المصل فالآن نجد انو الانسان ايش مالو هومان انفكتد باي انجستد مين كيف تنتقل عن طريق مين الاصابة انو الانسان يتناول عن طريق الطعام الغير مطبوخ اللحم خصوصا غير مطبوخ الرو او الني خلينا نسميها او الاندركوكت مين كان الانفكتد باي انتقلت للانسان الانكوسيركوسفير ايش بيلاقي انتو سيستي سيركي وين في المصل لو طلعنا مع بعض دخلت الطفيل عندي للانسان ايش اللي بصير معايا كما تحدثت خلال الشرح اني بلاقي مين عندي الاسكوليكس اتاتش لامين للانتستايم الان بيتطور الى الادلت فورم وين الادلت فورم موجودة الان في الانتستايم هاي عندي التينيا ساجناتا والتينيا سوليوم الاسكوليكس هذا بصير الاتاتش منتلامين للانتستايم ومن ثم يتكون بشكل كامل مين عندي الادلت في السمول امتستايم واشي اللي بخرج هنا معايا عند البوراز بخرج الايجز اللي بسميها الجرافيد بورغولتين وشوفنا مع بعض شو مراحل التطور اللي بمر فيها وفهمنا اعادة اللي حريط وتركيزا مين عندي الانفكتيف ستيج ومين عندي الدياغنوستيك ستيج تمام؟ هذه معلومات نركز فيها في معرفة الليب سايكل لهذا النوع من الضفاليات تكملة في الحديث في الـ الـ طبعا شوفناها بشكل واضح هاي لما كنت أقول سكوليكس هاي سكوليكس في الشمال انتستايم شايفينها في الطفيل وهي النك الهوكس السكر هذا المناطق الأربع شايفين هاي ويطلق عليها السكر تمام هاي عندي المتشور بروغلتد والدسانتغريتد وانترليس اكس هاي المتشور بروغلتد موجودة ايش بتعمل زي ما حكينا بتعمل دسانتغريتشن وبتعمل ريليس لامين للإكس تمام لو جينا اطلعنا على التيني السوليوم كيف ممكن اشخصها من خلال مين observe بروغلتد انترليس انترليس هاي تنظر الانترليس بروغلتد والانترليس الانترليس التيني يعتمد على الأسي و الانترليس تحتاج كما عندي استخدم التعريف من خلال السيرولوجيكال تيست السيرولوجيكال تيست لكن احيانا ممكن يكون فولس التعريف تنظر على المشاكل حيث تنظر من خلال تنظر انترليس تنظر السيرولوجيكال و واضح ما معناه فولس بوزتيف فولس بوزتيف أن النتيجة تظهر معي فولس بوزتيف لكن ليس هو الطفيل الحقيقي الذي عام للإصابة يمكن أن تكون طفيل آخر من مجموعة السيستويد أو أن كانت هناك إصابة سابقة من خلال البرازيكوانتيل تعتبر أحد العلاجات التي تستخدم لعلاج الثاني يوجد أيضا نيورو سيستو سيركوسيز خصوصا البورك تير بوروم لارفيا مي يجب أن تتطلب جراحة من النوع آخر قبل أن نشرحها الإكينوكوكوسيز سابقته تسببو اقلوكوكوسي وسابقته um ثانا تكان الأخير بتتك示 إذا هام إكينوكوكوسيز وهو بلارvial stages of cystodes that stay born of the genus Echinococcus, وخصوصاً Echinococcus granulosis. وهو بعمل طبعاً cystic Echinococcus. هذا غالباً للفرم اللي نحن نواجه من هذا النوع من الطفيل. الزيارات الأمورة المهمية المهمة هي cystic Echinococcus and IL. مع أربع ألف ملاي جداً من أشخاص المدين الدولي على مهاجه محقوق من الوقت عندما ننتهي والإطلاق محقوق من الزيارات خلال مياه خلال مياه بل العادب خلال مياه على طالب العضب هي النقطة للأكينوكوكوس خلال مياه إذا كنت تظهرنا مع بعض مياه المياه الموجودة خلال الـ Life Cycle الموجودة أمامنا إذا كنت نرى الـ Life Cycle الآن بشكل واضح لديه الـ Adult في الـ Small Intestine لديه الـ Lame موجودة لديه الـ Emperiolated X الموجودة لديه في الـ Feces الـ Emperiolated X أريد أن أبدأ التفصيل عندما يصبح الـ Ingestion لديه الإنسان ومن ثم في الـ Small Intestine في الـ Onchosphere موجودة وبعد ذلك موجودة لديه الـ High-Dated Cyst والتي تكون موجودة في العديد من الـ Organs إذا كنت تبعنا المرحلة من بعد دخول الـ Emperiolated X وتحولها إلى Onchosphere ومن ثم إلى هدادة Cyst في الـ Various Organs وهنا نمشي هذا الرقم 3 و 4 بشكل أكثر تفصيلًا ما نتكون هنا؟ الأنكوسبير الأنكوسبير وهناك المنطقة لـ Small Intestine وبعد ذلك تحول من أنكوسبير إلى هدادة Cyst الموجودة في الـ Various Organs 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 ومن ثم هدادة Cyst تتحول إلى الـ Various Organs الموجودة في الـ Various Organs تتكون لدي بروتوسكوليكس ما تتتكون لدي متى الـ Various Organs تخص من الـ Various Organs تتكون لدي السؤلات موجودة إلى الـ Various Organs ومن ثم تتكون اتتكون الطائل الـ Various Organs الانفكتيف ستيج مين هي الامبرونيت ايجز وايضا لو جينا على تفصيلا الدياغنوستيك ستيج اللي أنا بستطيع من خلالها أتعرف على هذا الطفيل اللي هي من خلال وجود الهيدادة سيست في فيرياس أورغانز موجودة غالبا بنلاقيها وين في الليفر واللنغ تم في عندي ايضا انا ودوا الاشارة الى نتذكر فيه تعريفين حكيناهم العائل الاساسي اللي هو الديفينيتيف وست والعائل مين عندي الوسيط والعائل الاساسي اللي بتكون فيه عند الاطوار الناضجة جنسيا للطفيل تمام اللي هي اللي زي ما انتم شايفين والانترميدييت وست اللي بتكون فيه الاطوار الغير ناضجة هذه الأطاة تأثير جنسية للطفيل هذه هي القادمة الانتقالاً واضح ومن ثم يمكن تُوجب الانتقال الانتقال للأس في العالية ويزودار الانتقال الانتقال لالإسفل في العالية وأيضاً يمكن إستقاعد التفاعل بلغين الانتقال هناك بعض المعلومات مرتبطه بهذا الطفول Game a هباتيك والبالمونياري سائز سمتومات هباتيك والبالمونياري سائز مانفستيش هذا الكلام توضح لنا في مصار الليف سيكل الطفيل لليفر واللونج سبين كدني 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 رابتر سيست مانفستيش كدني على سبيل المثال من ضمن الأعراض التي تكون موجودة فيفر أرتكاريا الزينوفيليا كدني الأنفلاكتيك شوك هذه كلها تعتبر عوارض مصاحبة رابتر سيست 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 طبعا حملية الرابتر سيست أيضا سيست 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 من حيث أن أتعرف على السيستيك أكينوكوكوس من خلال مين الألتراسونوغرافي إميجين يعتبر هو التكنيك التي أستخدمها لكي أعمل دياغنوس للسيستيك أكينوكوكوس والألفير أكينوكوكوس هذه طريقة التشخيص من خلال مين الألتراسونوغرافي الأكينوكوكوس غالبا أكينوكوكوس 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 تعتبر هذه تحديثة مجرس ويجب أن نستخدمها في عائلة للوقاية نستخدم نوع آخر من هايمن لبس نانو هايمن لبس نانو يطلق على اسم هايمن لبس هايمن لبس نانو يوجد هايمن لبس ديمانيوتا مهرات تيبورم لكن الأشهر هايمن لبس هايمن لبس نانو هايمن لبس نانو هايمن لبس غالباً بموجودة في الأطفال في مناطق فقر وفيها الرعاية الصحية ضعيفة يعني غالباً بيكون في هذه المناطق في الرعاية الصحية في عندي بفورتي و بور بور يجيون بارتيكولوري وين فليز موجودة والتي تساعد أيضاً في نقل هايمن لبس نانو هايمن لبس ديمانيوتا غالباً اسمتوماتيك لكن في حالة الإصابة كيف يمكن أن تجد من حيث الأعراض موجودة عندي مفهول عندي أنوركسيا أبدومين دياريا كل هذه تعتبر من ضمن الأعراض التي نجدها في حالات هايمن لبس هذا السيستود هذه معلومة مهمة نضع شحطة تحتية ونحن نتحدث عنها لا يحتاج إنترميديات نذكر قبل مشاريعاً في الإكينوكوكوس وفي الإكينوكوكوس وفي الإكينوكوكوس يوجد أعداد هنا لا يوجد مهمة لا يحتاج أن تجد أعداد المهمة وفي الإنفكشن يحدث عن مفهول من خلال النور النور وهنا وعندما نظر أجد مهمة لالهيمن لبس نانا ونجدها بشكل واضح واضح كيف يخرج وضع مهلاً من المهمة عندما تتحدث عن فلايز الهدور ناقل الهدوان يستخدم من الهدوان عن طريق الحشرات مين تكون عندي هنا؟ سيستوسيركويد مين التطور الآن الذي تكون في الحشرة نسميه سيستوسيركويد الآن ماذا يحدث؟ يقول لي الهدوان يستخدم من الهدوان عندما تتحدث عن فلايز الهدوان هذه الحشرات الناقلة التي تحتوي عالميا على فلايز الهدوان يمكن أن تنقل هذا الهدوان للهدوان ويمكن أن تنقل هذا الهدوان للإنسان حسنا الآن سأقول لي الهدوان اشترد الأخف True حتى الآن plug بها الهدوان يستخدم من الهدوان أقترب الهدوان يتكلم هذا المطق وهو الأنكو سفير وهو الأنكو سفير في منطقة الانتستانان فيلاس ماذا تكون عندي السكوليكس؟ تتذكروا لما تتحدث عن السكوليكس من المميزات الهامة في تركيب السكوليكس الآن السكوليكس يتحول إلى الأدلت في الإيليال منطقة الانتستان ممتاز وهو أمام منطقة الانت weil السكوليكس يكفي سورة قشرة الانتستانان الأضلط في الإليال بورشن في السمال انتستايفي يطلع عند الإيجز الإيجز هذه إيجزت من خلال من الجينتال أتريال في الدرافيد بروغليتد وهذا الدرافيد بروغليتد يمكن أيضًا إيجزت إيجزت الإيجز من خلال إيجزت من ثم هذا سيساعد في الأوتو إنفكشن الأوتو إنفكشن يمكن أن إيجز 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 واعج من نحن مرحلة ها أنت المراحل الأبوية 짜سيقة تخلص عمليات المثال الوجهة هناك مرحلة المشاكل أصبح مرحلة المثال المرحلة التي تتم بها عملية التحرير و التعرف على المثال المثال من خلال عمليات المثال المثال نحن نسنانة اسمتوماتي في المثال الأنفكتش ممكن أن أقيد أن أخذني أحيانا أحد الأشياء التي يمكن أن أجدها في بعض الأحيان أن هناك بروريتس أني موجودة من الهيبنلس أحيانا أحد الأشياء التي تقوم بروريتس أني الحكة الشرجية التي تحدثنا عنها أنتروبيس فيرميكيولارس أحد الأشياء التي تقوم بروريتس أني موجودة من الهيبنلس وما بين الأشياء التي تسببها أحد الأشياء التي تقوم بروريتس أني موجودة من الهيبنلس كيف تم التعرف على هذا النوع من الطفيل أظن أننا شرحنا في الهيبنلس بشكل واضح فهي تقوم بروريتس أني موجودة من الطفيل وموجودة من الطفيل وموجودة من الطفيل لأن الطفيل يجب أن تجد الموجودة من الطفيل في الطفيل للطفيل لتعرف على الهيبنلس نانا يعتماد على 25 ميليغرام أورالي إعطاء هذا العلاج ويعطي نتائج فعالة للهيبنلس هذه هي الأشياء الأشياء معرفتها في الهيبنلس لتطرقنا لجميع الأشياء من حيث كيف الانتقال وماذا دورة الحياة وماذا الانفكتيف الموجودة وماذا الانفكتيف الموجودة وماذا مرات من ناحية الأعراض التي تظهر معي وكيف تم تشخيصها وماذا العلاج تبعها لهذا النوع هناك أنواع عندي من السيستودز مثل تينياسوليوم تينياساجيناتا ديفبثوليوم لاتم ديفبثوليوم لاتم وفي عيناء كوكسي غرانيولوسيز نتوضح في هذه المعلومات التي نشرحها بشكل مفصل موضة الترانسميشن كيف تنتقل هذه المراجعة جداً تساعدني في المراجعة وتسهيل فهم المعلومة أيضاً كيف تنتقل كيف تنتقل كله مر معنا ومراجعته بالتم من خلال السليدات تفصيلية ومبسطة ما يطافق على؟ ما يطافق على عشانا الموجودة؟ ما يطافق على جسم الانسان؟ ما تأثير الاماكن التي تنتقل في جسم الانسان؟ ما تنتقل على أماكن التي تعتقد على من؟ ومبسطة تخصتنا تينياسوليوم تينياساجيناتا الادافيسوليوم الادافيلوبثوريوم لوتم أمونا كوكسي غرانيولوسيز وأيضاً والتريتمنت في العلاج بالنسبة للديفيروب ثوريوم لوتام لم تشرح هذا النوع من الطفيل لأننا ركزنا بشكل أساسي على بعض أنواع الطفليات التي يمكن أن تصيب الجاستروندستار التراكت الآن ننتقل في جزرنا الأخير من المحاضرة لمجموعة الريماتودز المثقوبات 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 نحن نتحدث عن فاشولوبسس بوسكاي فاشولوبسس بوسكاي موجودة لارج انتستان التروماتود أو تطلق عليها فلوك هذا النوع من الطفائليات موجودة في الساوث إيست آسيا والساوث 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 بجانب الإنسان موجودة من الطفائليات كيف تنتقل هذا النوع من الطفائليات ويقوم بإنسان الموجودة من الطفائليات غالبا من خلال مين الموجودة من الطفائليات ومين الطولة التي تكون موجودة لدي الميتة سيركارية وهذا هو الممرتب في التعليمات الموجودة من الطفائليات الموجودة في التعليمات ما يمكن أن تفعله؟ ممكن تفعله إلى الساوث والساوث 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 يمكن أن يحدث بشكل طوكسيك مياوكير على سبيل المثال يمكن أن يكون لدي إديمة في مدينة مختلفة إذا كنت مرّينا على الحياة في هذا النوع من الطفيليات واضح جدًا أن يوجد براز إيش يمكن أن يكون لدي إمبريوناتد إيجز ويأت تعتبر أن هذه هي الدياجنوستيكي تحولت إلى مين؟ لإمبريوناتد إيجز في الواتر لتطور الإيجز تتحول إلى ميراسيدية هاتش بنتريت سنيل المراسيديا هاتش وين بتعمل تعمل بنتريمج لقوطع البحر للسنيل طيب الآن ايش بعد ذلك بصير معايا بتكون عندي فري سويمينج سير كاريا فري سويمينج سير كاريا هاي هادي الطور الآن موجود على شكل مين فري سويمينج سير كاريا طيب الآن ايش بقول لي الميتا سير كاريا ووتر بلانت انجست باي هيومن أو بيكس كوزين انفكشن هانا النقطة الهامة جدا انه الآن عنده وصلت لمرحلة مين الانفكتيف ستيج الانفكتيف ستيج من مين من الآن امبريونيتد ايجز اللي طلعت معاي شفتوا ايش المراحل اللي مرت فيها مراسيديا هاتش وبنتريت السنيل وبعدين طلع عند الفري سويمينج سير كاريا ومين الانفكتيف ستيج عندي هنا السير كاريا او الميتا لما تحولت لمين لميتا سير كاريا الميتا سير كاريا الموجودة في الووتر بلانت صليلها زي ما انت شايف بشكل واضح انجستشن للهيومن او لمين للبيكس ومن ثم سببت عندي ايش الانفكشن طيب دخلت الميتا سير كاريا من خلال الانجستشن للانسان ايش بصري لها اكسست وين في اي منطقة بصري لها اكسست تخرج البويضات منها في منطقة مين الدودينام وبعدين ايش بتكون عندي الادلت وين بتكون الادلت عندي في السمول انتستاين ومن ثم يختخرج الايكس الان امبريوناتد ايكس وين عندي في الفيسز فهذه بتوضح لي بشكل مفصل اللايف سايكل اللي بتمر فيها هذا الطفل الفاشوليبسيس بوسكاي موست انفكشن اسيبتوماتيك في حالة الهيبي انفكشن ايش ممكن الاقي اعراض موجودة عندي دياريا الترنيتين ويستطيع ايضا من ضمن الاعراض ايضا ممكن الاقي انوريكسيا نوزيا بسايد مايكروسكوبك ديكشن ايجز لايوجد فحصات اخرى غير ان انا اتعرف عليها من خلال مين الان امبريوناتد ايجز اللي ممكن الاقيها عندي في السطول من خلال فحصه تحت الميكروسكوب بعض الوقت ادلت ورمز ممكن ادلت ورمز ادلت ورمز موجودة في السطول وهنا من الهام جدا انك تعمل ادلت الاندلت ورمز في الاندلت ورمز ادلت ورمز من المهم جدا انك تعرف الناس طريقة انتقال وانتشار واللايف سايكل من التفايليات التعليم والارشاد ادلت ورمز ايضا من الاشياء الهامة من الاندلت ورمز من الاندلت ورمز ان موجودة بالنسبة لكي ادلت ادلت ورمز من الاندلت ورمز من الاندلت يجب ان يشمل من الخنزير من أنواع الطفليات اسكستوسومياسيس بالهارسيا من أنواع المثقبات من أنواع الطفليات أكيوت أندو كرونيك بارازايتك ديسيز بخصوصاً عندما يصبح الكرون من أنواع الطفيل أفضل البارازايت أكتبت من أنواع الطفيل من أنواع الطفيل من أنواع الطفلة من أنواع الطفيل يحضرون الضوء موضع المنزل من خلال مين دخلت عندي من خلال الناس خلال ملمستها لمين للإنفستد الترانسميشن أكير غالبا يحدث مع مين مع الناس من خلال الناس من خلال الناس مصابين وماذا مالهم هدول المصابين ان يكونوا من خلال الناس يتم بعملية لمن خلال الناس من المصابين ووحجات عن طيع الناس يستجزز تخدم سياة من المنشان الكثير من ذلك السكستوثومياز ينام من أنواع المشورة من ستيستوسومات من أكثر من أفريقيا والد للإحرار caseوسيسيا يوجد테id الاخرى وقبرا يجب أن هذا النوع من الطفيليات أكثر تأثير لديه في المناطق الريفية الفقيرة وخصوصا من المناطق الزراعية ومناطق المناطق التي يعتمد فيها على زراعة وصيد فيها نجد أن هذه الناس عرض لانتقال هذا النوع من الطفيلي إليهم وهنا من الصور الهامة للتفصيل وتوضيح مرحلة حياة سكستوسومة سوف نقوم بتفصيل واضح ماذا عندي أنا؟ الإجس طلعت عندي من الإنفكتد وهذا مصاب بالبلهارسيا ماذا الآن موجود عندي؟ إج شد من الإنفكتد الهيومان طلع من الإنفكتد الهيومان وكما رأينا في الفيسز وين ممكن عندي وين؟ في اليورين ماضح طيب الإج هاتش وحزا ما حكينا لما هاتش إيش هيطلع عندي؟ الميراسيديا الميراسيديا بين دائمين؟ هي جايز potrzeb ماذا تشو nichو مصاب بالبحر؟ يمكنك تنظيف سنال هناك عيوني حسناً، ما الذي يتحدث من هذا المؤكد؟ سركاريا يخرج من السنال إلى ماء انتظار بطريقة الانفكتف في حالة بيلهارسيا في حالة سكستوسومة مين هي الانفكتيف استيج لفري سويميك سيركاريا ريليز فروم السنيل انتو موتر ومن ثم هاد السيركاريا ايش بالها بصري لها بنترشن لمين لها السكن طب ايش اللي بصير طيب الان واللي سيركاريا بتفقد مين تيلز بديولك بنترشن وبيكم اسكستوسوميول وبصريها من بعد هيك ايش عندي سيركولاشن ومن ثم بصري لها ميغريشن توبورتال بلوتوين الليفر تصال وين عندي الكبد بصري لها ماتيوريشن ومن ثم تتكون الطور النامي منها اللي هو الادولت فورم واضح عندي الميل والميل والفيميل منها بحيث اللي بتكون عندي بيرد ادولت وورم هاد البيرت ادولت وورم ميغريد تو ميزنترك فينيول باول بحيث انها بتعمل لانجل الاجس تسيركولات توليفر انشد انتو 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 اللي بروحوا في الترع ومن خلال البراج ومن خلال الليون انتباعهم بيمكن يكونوا ناقلين للعدوى واخرين تنقل اليهم البلهاسيا اعتقد من الصور الواضحة امامي مفصل عندي بشكل واضح جدا من كان عندي الانفكتغ سيج الفريوسومي سيركار يرليز فروم سنيل انتو ووتر من كان عندي الدياقنوستيك سيج الموجود عندي اللي بشكل واضح اقزشد من انفكتغ الهيومان البلهاسيا انتستاليس كستوسومياسي كان رزالت ايش بتلاقي المريض المصاب بالبلهاسيا من الاعراض الموجودة عندي عنده أبدومين البين عندي دياريا عندي بلد انستول ايش كمان من الاعراض اللي ممكن للاقيها موجودة لفر الرأ اللارجمن is common in advanced cases and is frequently associated with accumulation of fluid in peritoneal cavity and hypertension of the abdominal blood vessels كلها تعتبر مصاحبة لمن البلهاسيا المصاب 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 بريتونايتس بريتونايتس بسموها المصاب 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 البلد للبيرتون في البلد البلد الأغ � donuts وكذلك قد تعرف من خلال نصير تيعرف بشكل معه قد تتميت من خلال المجأة البرازائزات في الرئيس اتجه ممكن التعرف من خلال نصير الانتيباضي او الانتيجن تعتبر فيه محل ورائيل أما من خلال النصيرية ومن خلالها يمكن التعرف على الانفكشن حتى يتم عملية كونترول للبيل هارسيا من الأشياء الهامة اللي هي من الهام جداً الناس اللي مهردوا الخطر من حيث الناس اللي مهردوا الخطر من حيث الهام هذا الشيء مهم إيش كذلك من طرق الوقاية الهامة جداً امبروفد سانتيشن هايجين ادوكيشن بيهيفير تشينج هذلك سنيل كونترول انفارومنتال منيجمن كل هذي تعتبر بريفينتف ميجرز هام جداً للوقاية من البل هارسيا تمام هكا احنا بنكون انهينا ما يتعلق بالطفاليات اعتقد شرحناها بشكل كتير ملخص ايش انواع الطفاليات ايش كيف طرق انتقالية ما هي الاعراض التي تسببها وكيف تتم تشخيصها وعلاجها نأتي الباب الأخير في جهاز الهضمي الى الفطريات سيكون عندي فقط شريحتين عنها للحديث بشكل ملاقص جداً عنه بالتالي يكون ان شاء الله ننهي جهاز الهضمي بشكل كامل الفانقال بالتأكام بشكل كامل فى ابراه منιم ممكن ان اصبح بالتبهي انتهى بالتبهي في الجهاز الهضمي ناتج عنه المعائل هو المكفز في الجمال ينتج بشكل كميات الثلاثة والمستكدرو أو كما جميعاً من المغامل الفانجي الأخرى لمساعدة الثلاثة موجودات بالجمال من المحاول أفضل تعتمد على مرات المرضية ايضا يملك المرضى إميوني إلعان من المرضية وإنفكار المرضى وفانجيميا وإنفكار المرضى وإنفكار المرضى كل هذه المرتبطة بمين؟ بالفنجل الانفكشن مين عندي اكثر نوع مرتبط بالميوكوزال انفكشن؟ كانديدا كانديدا سبيشيز يعتبر كومونيستكوز لمين؟ للميوكوزال انفكشن على الرغم من انه نعرف كل هيدنا الفطريات في عنا نوعين رئيسيين في الفطريات طلابنا الأعزاء هناك نوع الهيست والكانديدا وهناك نوع الفطريات وهناك نوع الفطريات التي تتذكرون عندما تكون على شكل الفطريات وخبز المتعفم والأطعمة والتلاجة واضح أن تجدها مثل الاسبرجيلا هذه كلها من أنواع الفطريات ومرات المرأة التي تكون عندها التهابات في الفجاينة تكون عندها مرات ييست نسبة عالية لكي اوصل المعلوم بأن هناك نوعين مهمين في الفطريات في عنا الهيست مثل الكانديدا يقولون أن هذه المرأة التي تكون عندها التهابات في منطقة المهبل وسببها عندها كانديدياسي نظرا لوجود نسبة كبيرة من الهيست وهو الكانديدا لها المرأة على الجانب الآخر يوجد هناك المرأة التي تكون المرأة التي تكون المرأة في الخبز والأطعمة والأطعمة والأضافر والأمراض الجلدية وم perlu اقوى جيدًا الجلدية الأخرى ويتي你可以 رؤية عاماI أفضل الانى الأمور يقدر أن تكون مرأة العملية والأطعمة عن تشخيصه من المهم التعرف عليها الفطريات مبكرا من أنه بالتالي نعطي علاج مضاد للفطريات بشكل مباشر للمريض وأحيانا بلزمنا سيرجيكال انترفينشن وهذا السيرجيكال انترفينشن لتدخل الجراحي للمريض سوف يكون منقذا لحياته طبعا كتير في شغلات عندنا من أنواع الفطريات في عنا يعني هيك مرورا على هذا الكلام في عنا السيرجيكال ميكوسيز وفي عنا سابكوتينيس ميكوسيز وفي عنا ديب ميكوسيز سيستيميك ميكوسيز بسيب جسم الإنسان فموضوع الفطريات موضوع كتير مهم وإن شاء الله حنتطرق عليه شوي شوي حسب الأجهزة اللي بنشرحن حتى تتكون عنا صورة شاملة وواضحة عن الفطريات ومدى تأثيرها في جسم الإنسان إيش من ضمن الأشياء اللي احنا كذلك بنركز عليها في الفطريات اللي بنصيب الجهاز الهضمي الميكوتوكسنز 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 ميكوتوكسنز مين اللي بينتج الميكوتوكسن؟ المولد 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 الميكوتوكسنز الميكوتوكسنز مين اللي بينتج هذا التوكسن؟ المولد 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 الموكولن المولد 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 والنيرفوس والكدني والليفر ومجموعة من الميكوتيكسن وهناك إكلافيس بسبوربورا وسبيرجيلاس فلافوس هذا النوع من الفطر ينمو في الكريلز وغالبا نجد أنه يؤدي إلى إرغوت بويزني وغالبا نجد أن تقوم بإرغوت بويزني ويوجد أن تقوم بإرغوت بويزني ويوجد أن تؤدي إلى إرغوت بويزني هذا موضوع كبير في الفطريات ينمو بإرغوت بيزني ويوجد محاضرة ساعتين كاملة ونحن نفع عجالة لعلاقتها بالجهاز الضمي الآن في عنا الأسبريجيلاس فلافوس تنموين عندي في البيناتس ويش بتنتج نوع من التوكسن مهم هذا النوع نطلق عليه وهو أفلاتوكسن وغالبا هذا التوكسن إش بسبب؟ بيعمل ليفر دمج وممكن يؤدي أيضا إلى ليفر كانسر فلا يستهان بالفطريات ودائما طلابنا الأعزاء وأطبان الأعزاء عندما نشخص مرضا ونذكر يمكن كنا نحكيها لطلابنا في الجنرال ميكروبيولوجي ضع جميع الاحتمالات أمامه لا تكون فقط المسبب للالتهابات لدى المريض بكتيريا يمكن أن يكون سببه أيضا فيروس ممكن يكون سببه بارازايت ممكن يكون سببه فانجاي فهذه الأشياء مهم جدا أن تأخذ بعين الاعتبار في تشخيص الحالات المرضية وليش إحنا موضوع الميكروبيولوجي نؤكد يمكن نزبوط والله هم في أسماء كتير وبدأ حفظه كده لكن جدا مهم ويمكن أنا كنت أقولها لطلابنا دائما هنا الأطباء في أوروبا نجد أنهم على علم واسع بالميكروبيولوجي كثير من زياراتنا البحثية التي قمنا بها في فرنسا في ألمانيا في بريطانيا وعننا هنا في بلجيكا في المستشفيات نجد أن الأطباء على علم كبير بهذا النوع من العلوم وفهمه بشكل متخصص ودقيق لذلك نؤكد على أهمية فهم علوم الميكروبيولوجي بشكل واضح ومتخصص وفي نهاية محاضرتنا للجهاز الهضمي أتمنى أنه كان شرح واضح ومفهوم لكل ما يتعلق بالأمراض التي تسببها الميكروبات للجهاز الهضمي تدائم من البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، الفطريات، كل هذه الميكروبات وبدأ تأثيرها على الجهاز الهضمي لأن الجهاز الهضمي لديه ارتباطات كبيرة لكي كان هناك توسع في الحديث في الميكروبات التي لها علاقة بالجهاز الهضمي وإذا كان هناك أي شيء مكانت شرح خلال الشرح أو أي نقطة مشواضحة على استعداد شرح أو تفصيلها وإمكانكم التواصل معكم من خلال واتس أب ومسنجر لا يوجد أي مشكلة وممكن نفتح حتى جوجل ميت ونلتقي فيكم في أي نقاط مشواضحة لتطلب مزيد من الشرح في موضوع الجهاز الهضمي أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله ننتقل بعد ذلك للحديث في جهاز آخر دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته